لكن افرد إنسان ضعيف وعنده ذي رحم فاصق مجاهر داعي إلى الفسق والعياذ بالله لو جلس معه بدل ما يدعوه ولا هيجر للمعصية هنا علي أن أبتعد فديني أولى لحمي ودمي أبتعد في مثل هذه الحالة كي لا أتأثر بالمعصية فهذا هو الشرط أيها الكرام لا أجلس معه حالة المعصية إلا أن أكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كما قال الإمام ابن الحاج المالكي عليه رحمة الله في كتابه الماتع القيم المدخل في شأن من يجلس السوق دون حاجة وقاء وهناك نهي أن يجلس الإنسان في السوق فترات طويلة أي دونها احتياج في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكنن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإن معركة الشيطان وبها ينصب رايته كما في الأثر فالشاهد أنه لا يجلس دون حاجة يقول ما من الحاجة إلا لا يجلس الإنسان في السوق دون حاجة لوجود التبرج وألوان من المعصية كي لا يتأثر بالمعصية إلا ده محل الشاهد إلا أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يستجاب لقوله فوجوده بركة في هذه الحالة فعندنا قعدة كده إذا وجدنا أحد يزاول المنكر إن لم تزل المنكر فزيل أن تعان فأجلس وأحاول أن جعله يبتعد بالحكمة ومعصد حسنة إذا لم أستطع وكنت سأتأثر فأبتعد لأجلس حال وجود المعصية ثم بعد ذلك أذكره بالله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخودوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فيبين أن الإنسان لا يجلس مع القوم حينما مع صياتهم واستهزائهم بآيات الله سبحانه وتعالى أو حال قولهم الأقوال المكفرة أو الاستهزاء بالدين ويقاس عليه فعل المعاصب لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها الخمر لا يجلس هو ما بيشرابش وهو لا يزاود المحرم لكن لا يجلس مع العصاة يكثر سواد المعصية يكثر سواد العصاة من ناحية ومن ناحية أخرى كأنه مقره على هذه المعصية ينبغي أن يعلم من حالك أنك لا ترضى بهذه المعصية فنحن نقول لك حاول أن تأخذ بيده صلطه بره القريب الفاسق الذي يجهر بالمعصية والداعية إلى المعصية بره إذا كنت لا تتأثر به أن تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وتذكره بالله عز وجل وتدعو الله سبحانه وتعالى له شيئا فشيئا وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر فإذا لم تستطع فلتغير بقلبك سوف في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هنا بداية الحديث الحديث الرسول عليه وسلم يقول فليغيره طيب العجيب في آخر الحديث فإن لم يستطع فبقلبه يعني واضح التغيير باليد هيكون إزاي واضح التغيير باللسان هيكون بالأمر بالمعروف النهي عن نكر تنهى وتقول له لا تفعل كذا وهذا حرام وتذكره بالله لكن بالقلب كيف يكون التغيير بالقلب إذا لم تستطع هذا ولذاك في قريبك هذا التغيير بالقلب هنا كيف هو ألف ليغيره بقلبه يغيره وغيره القلب هذا حاجة داخلية هنا قال العلماء أن يظهر ذا على قسمات ما في قلب من كره للمعصية يظهر ما في قلبه من كره للمعصية على قسمات وجهه يعني هو حين يراك يعلم أنك غير راضي على فعله حين يعصي الله سبحانه وتعالى يعلم أنك لست معه أنك لا تداهن ولا توافقه على هذه المعصية أنت لا تحب هذا الفعل الذي يفعله يظهر عليك الامتعاض يظهر عليك الامتعاض يظهر عليك الضجر لأنه يعصي الله سبحانه وتعالى ففي هذه الحالة هذا يؤثر فيه أيضا يؤثر فيه فإنه كما يتأثر الإنسان بالكلام يتأثر باللحظ وبتعبير الوجه من الذي أمامه فكأنك يعني تستعظم أن يعصى الله كيف يعصى الله سبحانه وتعالى وتبتعد الحفظ بالله الحمد لله التي عفانا إلى غير ذلك وتبتعد عن ذلك فيظهر ذلك الشاهد طرق كثيرة يتخذها الإنسان هذا من الصلة أيها الكرام من صلة زر رحم الفاصق إذا من الله عليك بالهداية ومن عليك الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته إلا أن نلقاه سبحانه وتعالى فعليك أن تفعل ذلك إذا رأيت من يعصي الله سبحانه وتعالى تذكره بالله سبحانه وتعالى فهذا بالنسبة لذيء الرحم الفاصق المجاهر بالمعصية هذه الحالة التي يفعلها الإنسان فإذا كان يتأثر به ففي هذه الحالة يبتعد عنه ويقطع التواصل معه إذا كان سيتأثر به إلا إذا كان في مداراته واتقاء شره إذا كان الشر عنده يعني كبيرا أو يخشى من شره لكن دون أن يظهر عليك الموافقة على المعصية التي أفعلها كما أشرت والله تعالى أعلم طيب إذن في هذه الحالة هذه الصلة يجب أن تقتصر على الواجب دون الانبساط أو التوسع في إجابة الدعوات وما إلى غير ذلك إنما تهميش علاقه على قدر المستطاع أو وجودك على قدر دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وفقط في هذه الحالة كي لا تتأثر بفسق لأن الإنسان إذا جالس الفصاق دون أن يكون آمرا بمعروف ناهي عن المنكر يتأثر حكما حتما بمعاصيهم يتأثر حتما بذلك مع مرور الوقت يعني تهون المعصية عليه ويألفها وبعد ذلك قد يقع هو نفسه فيها ولذلك الرسول قال من كان يؤمن بالله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه قبل هو لا يشرب لكن لا يجلس مع المصارب لا يجلس مع الوقت سيألف المعصية ثم يتأثر هو بها فلا ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك لكن تكون على قدر الحاجة وعلى قدر الأمور الواجبة وعلى قدر المساعدة بنية دعوة إلى الله عز وجل في الأمور العامة مع نصحه كما أشرت بالضوابة المذكورة والله تعالى أعلم طيب